راح نكتب end if هنا راح نلدي النفذ من نجر إذن نفذ هنا هنقول لإحتساب حيقول لي أوكي ادخل لي قيمة السرعة هنقول لي ثلاثة نضغط على أوكي حيقول لي أوكي ادخل لي قطر الأنبوب لننفذها هو أربعة هنقول لي أوكي الكتافة هي ثلاثة أوكي الزوجة هي مثلا خمسة ونقول لي أوكي إذن هو شنطاني انطاني إنه حساب رقم رينولد هو على أساس انسيابي وهنا مثل ما قلنا ماكو أي تفاعل فقط أنا حقول لي أوكي عرفت إنه هذا هو انسيابي ونفس الحالة إذا نطينا مثلا أرقام أعلى هنا أيضا انسيابي ونضغي أوكي وانتهى فهذا بالنسبة بالنسبة أيضا للمثال اللي طبعا هو مثل ما قلنا احنا هذا المثال هو بالأصل احنا أخذناه بصيغة ثانية هاي الصيغة بيش فادتنا فادتنا إنه هنا بعد آني ما سوي تصميم وانما فقط هي حتكون عبارة عن مجموعة أسئلة هاي الأسئلة راح يتفاعل معها المصمم أو اللي دا يعمل عليها ويشتغل على أساسها أوكي هسا راح ناخذ المثال رقم أربعة مثل ماذا تشوفون هسا أمامكم هذا المثال مطلوب عمل برنامج لحساب مجموع ومعدل أربع دروس مع عمل شرط في البرنامج لإخبار المستخدم برسالة عندما تكون إحدى القيم أكثر من 100 يعني بالغلط أنا مثلا فوتت قيمة أكثر من 100 وما منتبع على روحي فرأسا هو البرنامج المفوضين بإهني حيث تتيح هذه الرسالة المستخدم الخيار أما الخروج من البرنامج أو الرجوع للنافذة الأصلية وتصفير قيم الدروس يعني عيدة لإدخال من العملية من جديد أوكي بما أنه هنا أنا بعج دا يقول لي عمل برنامج لحساب مجموع ومعدل أربع دروس إذا بمعناته الإدخال حيكون إش كم تيكس عندي عندي حيكون أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خليت فوقها لابلات أيضا أيضا بس اللابل اللي خليته هذا اللابل اللي أنا خليته هو فقط لعملية إيش يعني حتى المستخدم يفهم أنه أنت من دخلت هنا حتكون يعني المسئلة اللي هو مثلا أبو اللجنة ابتحانية من دخلت هنا نقيمة هي المندة تعود إلى مادة الرياضيات وهكذا بالنسبة هنا هاي حصير هنا التكست لعمليات إخراج النتائج بالنسبة للمجموع والمعدل وهنا هنا هو الكوماند اللي هو بالنسبة للاحتساب وهذا هو للخروج طبعا من أجي أريد أكتب الكود أكيد ورا حينكتب الكود حينكتب الكود وين بال الكوماند أوكي نجي الرياض نفهم هو اهنان الغاية من هذا المثال أنه أنا هخلي فاد هذا المسيج هايكون بالبداية أكيد طلاب حيكون بالبداية في حالة دخلت قيمة خطأ أكثر من مئة أحنا ستنحكي عن قيم أكثر من مئة هذا الخطأ وارد إذا موحد دي يدخل تسعة وستين دخل ستة وتسعين أو العكس هاي ما ندخل بها أحنا نحكي عن رقم أكثر من المفروض مباشرة حينطيني رسالة هاي الرسالة تقول لي أما تريد الصفر أو تطلع من البرنامج ما دام حط أطلع لي رسالة إذن إيش إذن معناته إهنانة لازم عندي ميسج بس قبل هذا الميسج لازم عندي شرط الشرط شنو إذا كانت إف تيكست ون متل ما دي نشوف إسا أمامنا دي أنا عندي أربعة أماكن ندخل بيها إف تيكست ون أكبر من مئة أو تيكستو أكبر من مئة أو تيكست تري أكبر من مئة أو تيكست فور أكبر من مئة دي أنا أنا واحد من هذون اللي ممكن يكون مئة أو أكثر من مئة إذن إي ميسج بوكس حيكون أفتح قوس كبير الحالة هل ترغب الخروج من برنامج إهنان لأن أحد الدرجات هي شوكي إش قد هي أكثر من مئة عندك ستة وثلاثين تذكرون ستة وثلاثين من جتنا يسنو وكذلك علامة السؤال يهز ثمية وثلاثين والخروج من البرنامج إذا قلت له نعم فأي تساوي ستة تذكرون الستة اللي هي إيش أوكي ذين انهي انهي البرنامج واطلع انهي البرنامج واطلع أما ده ألس يعني قلت له يعني لا فالمفروض هو ش رح يسوي رح يصفر لي جميع القيم اللي شوفوها ها هنا أمامكم حيصفر لي تكس ون والتكس والثري والأربعة والخمسة والستة إلى آخره رح يصفرها بحيث انطيني قيمتها صفر ونحيها ألس غير هذا روح اجمع يعني إذا ما كان أكو إذن تكس فايف المكان اللي هو المجموع حيكون عبارة عن حاصل جمع فاليو لتكس ون زادا فاليو تكس تو فاليو تكس ثري فاليو تكس فور والتكس سيكس اللي هو عبارة عن المعدل اللي هو تكس فايف مقسوما على أربعة رح نبدي النفذ فلنفرض هنانا 23 هنانا 65 هنانا 54 الرسم 66 أحاقول له أوكي احسب ما أكون عندها مشكلة حسب لأن هذا المجموع وهذا المعدل زين إذا كانت مثلا هنانا بالخطأ هو خلينا نقول دخلها 11 مثلا درجته ودخلها 11 فمن أقول له أحسب رأسا هو أشق لي إحدى الدرجات أكثر من 100 من 100 هل ترغب في الخروج من البرنامج إذا قلت له نو بعد سوه رأسا صفر إيش صفر الخانات الموجودة هنا حتى أرجع من جديد وأدخل القيم الصحيحة الموجودة لهذا الطالب أو لهذا الشخص وأرجع أحسبها من جديد هذا بالنسبة للمثال رقم أربعة أوكي الآن رح ناخد مثال الأخير المثال الأخير طبعاً هذا مد السرعة فلهذا مباشرة ليكون الكود مكتوب لأننا المفروض تعلمنا التصميم وتعلمنا إلى آخر فبالتالي هسنا فقط نحاول كيفية فهم الكود وكيفية كتابته حسنا بالنسبة انتبهوا على هذا السؤال المهم المطلوب عمل برنامج المطلوب عمل برنامج لحساب معدل الجريان الحجمي بالمواصفات التالية يعني هسا جاء شخص من عندي برنامج بمواصفات معينة شينو المواصفات اللي يحتويها أول شي يحتوي مفتاح الأمر كوماند لحيث هذا الكوماند يحتوي على رقم سري اللي هو وعنده إدخال فقط يعمل البرنامج يعني شون سنتبه بالامتحانات انت ما تقدر تدخل الامتحان إذا ما يكون عندك الرقم السري نفس الحالة انت راح تواجه يعني مباشرة أول ما تفتح البرنامج يطلب منك رقم سري أوكي هاي أول شغلة طبعا أكيد انفكر بيها وشون هيطلب من عندي الرقم السري هو أكيد راح يطلبها من خلال message box هاي إذن رقم واحد هل هي message box طبعا غلط مو message box وانا هو input box لكون انه انت راح تقوم بعملية الادخال وليس هنا للتلقي فطلاب ان شاء الله خير أوكي هالحالة الثانية يتم في البرنامج ادخال قطل الامبوب والسرعة من خلال أيضا صناديق ادخال اللي هي الامبوت box بحيث يعطينا البرنامج معدل للجريان الحجمي من خلال message box إذن أنا هسا أجي أريد أفكر بهذا البرنامج شون أجي أشتغل وقال عليها إنه لازم المستخدم راح يتفاجئ برسالة إدخال كلمة السر بما أنه كلمة سر طلاب انتبه بما أنه كلمة سر ستقول أوكي حيكون المتغير أي أش أس دولار قبل شوية هي واحد نعني ثلاثة أربعة وهنا أنا ما بها أحرف طلاب بهش حالات احنا يفضل نخلي الأي أس دولار من ممكن ليش كلمة السر تحت وإن على أحرف فبالتالي لازم أخلي كل كلمة سر هي أي أس دولار أو س أس دولار شوف حسب المتغير اللي أنت تريد تخليه فبالتالي لهذا أنا خليت الأس دولار من ممكن أن كلمة السر تحتوي على أحرف ورما خليتها شو رح نقول أمبوت بوكس أفتح قوس أدخل إيش كلمة السر أيضا سدي توكوتيشن شرح يكون هنا فارز هتكون هنا الباسورد أوكي أيضا سدي توكوتيشن فارز هنا حيبقى هيتش فقط توكوتيشن لأن هنا شرح يتمثل راح تمثل هنا كلمة السر اللي أنت راح تدخل ها طبعا طبعا أكيد أنت من راح تدخل كلمة السر راح تتوقع راح تتوقع سيجيك أنه شنون يعني كلمة السر صح أم خطأ وإذا خطأ سيجيك سيجيك رون باسورد فبالتالي أيضا إذن سيجيني الشرط F ال A س دولار يساوي أن خليت بين توكوتيشن اللي هي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة دين إذا كانت ما اشتوقعت إذا كانت نفسها أو شبيهتها دين مروح أوكي افتح البرنامج ونخلي نبدأ ندخل أول قيمة بالنسبة اللي هي يتمثل D اللي هو قطر الأنبوب فهنانا الديش هحصير هحصير الأنبوت أيضا افتح قوس كبير ثم نانا Enter ادخل الاش diameter أيضا راح تصير توكوتيشن فارزة وهنانا خلي نقول الValue أوكي شرح تصير هنا أيضا توكوتيشن فارزة توكوتيشن وندخل القطع القيمة مرت ومن ثم سلازم نسوي السرعة اللي هي اليو أيضا هحصير الـ OnBot Box توكوتيشن ادخل السرعة في O6 توكوتيشن فارزة خلي نقول Flow توكوتيشن توكوتيشن فارزة توكوتيشن الرقام الخاص بالسرعة حسنا نجي نستخرج حسب طبعا القانون لازم نستخرج الـ Area طبعا هذا أيضا المثال موجود لعدكم بس محلول بصيغة ثانية فالثلاثة عدد صحيح واحد أربعة مقسوما على أربعة مضروبا في D و الاثنين حسنا لازم أوكي تستخرج للقيمة بالس دولار وهي عبارة عن الـ Area مضروبا في الـ دو حسنا بسرعة أوكي حسنا ولما تكملت أوكي انطيني Message Box هاي المسج بوكس شي تمثل لي بتقول لي أوكي إنه قيمة أوكي الـ Flow Right هي عبارة عن Ducutation زائدة الـ S زائدة هنا خلينا نقول مثلا اللي هي المتر مكعب اللي هي الوحدة دعمالتها two quotations زائد صفر إلى آخره else غير هذا شاح يسوي end ومن ثم end if هذا الكود طلابي وين حاجة أكتبه هذا الكود كله راح ينكتب فقط بـ Command ليش لينبعد أنا ما أحتاج لا راح أحتاج لا بعد أحتاج Text ولا راح أحتاج بعض Label ولا أي شي أنا حتكون عندي رسائل تطلع هاي الرسالة ومن خلال هاي الرسالة راح ندخل Diameter راح ندخل Philosophy إلى آخره ومن خلال Message Box راح تظهر لي النتيجة فبالتالي هذا هو التصميم هو عبارة عن فقط الـ Command هذا هو الكود اللي هسا كتبنا هنحاول أن نطبق هناك أول شي يدخل كلمة السر فنفرض أنا دخلت واحد بكيف يعني خمسة على أساس أنه هي هاي كلمة السر رأسان شاح يقول لي رأسا ما يخرج من البرنامج ويوقف التعامل وياك ليني عرفك أنت مصاح بالبرنامج نرجع حسا نحاول ندخل كلمة السر بشكل صحيح واحد نية ثلاثة أربعة فهنانا سيقول لي أوكي انطيني البطر للأنبوب مثلا خمسة وأربعين وراها شاح يقول لي حينطيني السرعة مثلا 78 هنا شنطاني النول الفلوريت قيمته هلقد وحسب الوحدات اللي منطيها ال طلب أرجو منكم قراءة المحاضرة بشكل جيد ونلتقيكم في محاضرة قادمة إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم